حفظ الله لك والديك عبد العزيز عبد العزيز نتكلم الآن على تجربتك في دولة الإمارات كيفش لقيت الاتصال كيفش سافرت إلى الإمارات لما صليت بهم الترى ويحكي كيفش كان التفاعل حكينا على هذه التجربة والله يشوف جتنا دعوة رسمية من ولي عهد إمارة عجمان شاهدك في اليوتيوب نعم هو شاهد صورة يوسف واسألي القرية وشاهد صورة لقمان فلما اسأل هذا القرية من وين من وين فقالوا له الجزائر فبدأوا تحركاتها حتى نوصلوا لي بعثوا لي دعوة رسمية فالحمد لله لبينانا الدعوة لما وصلنا أكرمونا الحمد لله حسن استقبال وتواضع من الحاكم ولي العهد الحمد لله يعني ما شاء الله صليت التهجد التراويح والتهجد فيوجد في إمارة عجمان جزائريين كثر في قوسين كي جي تدخل المسجد أصوات مرتفعة لمسيلي لمسيلي أوجا لمسيلي إن شاء الله فيعني وجهه دائق التحية اللي رام متواجدين في إمارات يعني كل ربوع الوطني سواج جزائريين أو باقي العرب فكلهم صلوا ثم في المسجد تلك رضوان صليت التراويح كان العدد ممكن ألف مصلي لأنه هما في العدد مش كما احنا في الجزائر هما عدم التراويح ما يصلوش بزه وتهجد صلت سبع آلاف طريق يعني أغلقت الطريق ما شاء الله النساء ورجال وأطفال فلما صليت كملت هجموا علينا باشي عمد لله اللي اللي تصور تصوروا ما شاء الله يعني هما فقط يومين ولكن المثابة هما يعني اكتشفوك مؤخرا يعني بوقت متأخر يعني صح رمضان يعني انقالها يعني لو سمعوك من بداية رمضان ربما كنت رح في بداية رمضان الاتصال تلقيته يوم الاثنين ستة وعشر رمضان نعم ما بقيش نعم يعني أنه يعني اكتشفوك فقط في شهر رمضان هما للملاحظة فبقوا حوالي أسبوع هما يحوسوا صحيح منين هذا ومنين جي باش يوسطوا بعد أسبوع باش يوسطوا صحيح يعني تقريب من 15 رمضان هما يعني يديروا في الإجراءات